دلوقتي ايه اللي بيتم في التشكيل الحكاية معمولة تلت 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 امور الامر الاولاني في وزراء حوالي 12 واحد تقريبا تقريبا دول اتصل بيهم مستمرين معانا مستمرين متشكرين دول تم الاتصال فيه 6 سبع وزراء تم الاتصال بيهم متشكرين يعني قضيته المهمة وبنقول لكم متشكرين متشكرين فيه باقي الوزراء الاخرين لا تقلهم انتوا ماشيين ولا انتوا قاعدين تاني فيه حوالي 12 وزير تم الاتصال بيهم دول قاعدين يعني من بين اللي قاعدين يعني فيه 6 وزراء ولا 7 وزراء ولا كده اتصال بيهم متشكرين اللي قدده شكرا جزيلا خلاص اخدوا حاجتهم ويمشي وخلاص متشكرين شكرا باقي الوزراء لا قالوا لهم لانتوا قاعدين ولا انتوا ماشيين لحد دلوقت لحد ما اندخلت الهواء عشان ابقى جايز بعد يكون حصل حاجة في النص الساعة اللي فاتت جايز لكن لحد ما اندخل الهواء انه بسأل بعض الناس يعني منهم بشغل لا عارفين قاعدين ولا ماشيين لحد قال ليه لانتوا مستمرين ولا انتوا مروحين لحد دلوقتي فمازال الحكومة لسه التشكيل ولكن بقول لكم فيه اسماء وانا مش عايز انه يعني اتكلم على اسماء خالص عندنا اسماء طبعا ولكن فيه اسماء زي ما قلت لحضراتكم هتفاجئوا باسماء محدش كان يتوقع انها مش هتبقى في الحكومة يعني محدش يتوقع ان الاسماء دي هتمشي اسماء بعينها يعني زي ما قلت لحضراتكم من كم يوم المجموعة الاقتصادية فيها تعديل حقيبة واحدة تقريبا الخدمات هي اللي فيها تعديلات كثيرة وزارات الخدمية فيه ربما وزارات فيه كلام على تخفيض او دمج بعض الوزارات يعني زي السسماء والتعاون الدولي حقيبة واحدة يفضلوا زي ما هم حقيبة واحدة بنفس يعني كده فيه كلام على وزارات اخرى ممكن فيه ربما اعتماد اعتماد على بعض الناس اللي عندهم اللي هو عمل مش عايز اقول عمل خاص ولكن على الاقل بعيد عن التكنقراط ممكن الحكومة هيتم تطعيمها بعدد من وزارات بهذا المعنى فيه وزراء هيعدوا ممكن حضراتكم تحطين قايمة انه هيمشوا مش هيمشوا موجودين حتى بعض الوزراء اللي عندهم بعض الفترة اللي فاتت بعض الحاجات ومشاكل الناس قال لأ موجودين اعتين يعني مستمرين في الحكومة زي ما بقول لحضراتكم حكومة صعبة هيبقى فيها تطعيم بي يعني ناس من خارج لانه خلال اليوم من الثلاثة اللي فاتوا دول فيه اتصالات كثيرة مع ناس كثير جدا فيه ناس هنا او اعتذارات او كده عموما ربما على بكرة مجلس النواب المفترض مفترض مفترض يعني انه بكرة اسماء اسم رئيس حكومة او وزراء او كده بكرة هنعرف في مجلس النواب عشان يحوزوا الثقة وبالتالي بعد ما يعني مجلس النواب وبالتالي بعد كده يقدوا اليمين امام السيد الرئيس ولكن هي فيه كلام على احد ربما بعض الحقائب يحصل تعديل فيه